أيها الإخوة العرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لفضل عظيم من الله تعالى أن يشرفنا بالجلوس إلى مائدة حضرة أمير المؤمنين ميرزا طاهر أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية الخليفة الرابع للمسيح الموعود والمهدي المنتظر عليه السلام ولكن لا بد من القول أنه ما كان لإناء صغير مثلي أن يقدر على استيعاب بحر زاخر بالعلوم والمعارف ولذلك فإنني أستميحكم العذر عن كل خطأ أو سهو أو نسيان أرتكبه وتحملوا مسؤولية ذلك على نفسي وأطمئنكم بأن غياب أخونا الأستاذ حلمي الشافعي إنما هو لخير لإجازة وسيعود لكم إليكم وإلينا قريبا إن شاء الله تعالى ما هو خير أعلم أننا نتحدث عن كيف ستحدث عن العمدياية المنزلية ستحدث عن المسلمين المترجمات كيف ستحدث عنك كيف ستحدث عن العمدياية المنزلية اجلس تغيير منزل البداية من البداية من المتجربة من جدل وبدأتنها توجد منها المتجربة التي جمتت فقط و تسألتها وقت مهمت تكريبين ولم تحريكي جديد وكما تحدثت عنها النظر الحراني المتجربة المترجم للقناة 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 ثلاثة في المنزل حيث تشتركوا في المنزل على المنزل وقف الجديد دكتور هذا مستشترك مستشترك من المنزل 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 وقف الجديد يمكن الترسل بشكل قادعان من الأحزم. هذا مجتمع الاشتراك في مغى المشروع، تنترى من عاملة، فتكرة في نهاية كاجملة شهرت في الخاجة ومتطران حقيقة ترى same من الممن المتاريات المنطقة، دولتانسة المتاريات، والعاملة التاريبات الأحزمرة في مغانا الإنسالات على إيقان المنرور الكروجات، في الولى مُمر مُنِر انقرائي ربور التقريب الأرباع من العرب قد توقيتها جهاز للغاية ولكن مما يقدر أن أنه يجب أن الطرق شرار على الأعلى تقنص على الردًا للغاية المثار في نوشة المنمج المخارج والعرض في حدeren المقاومات أمد قبل أن صندوق الأبر من المرات غير مرة أمد قوانات. فال المقاومات الأمدقاء والسلطة للمستوى المعارضة لا جهاز من الجماعة أمد قımıالها. ونقصان حول مقاومات للجماعة أمد قوات القواناتية. فالكسان، هذه المقاومات أمد قبل عام، ومن قلقت طويل أتأكيد، ومن أقل أن أصبح أحد أمور من المنمس الأمور شخص من الشرق السيد من المملكة المعاملين وينطلق المنملكة في مضاء المكتب في المنملكة بلوك في خطة الجديد ومن أجل في المنملكة الثلاثة المسيح يجب انقاروا عمله تماما عن معرفة تبعوا حمد من نظام القرارة رمالك من النظام العمل وهم من الأعظام للتعليم ان يبدأهم مرة أخرى وما تريد أنهم أستمتعون إلى أنهم يتمكنون على العقار بها أنه يمتعون أنهم لأستحابلون جيدا عن قبل أصل إلى أزداد خليفة المسيح فضل إلى الأمور شبـوا قوة وجودهم إلى الأخرى شباب سيكون سملاً لهم سملاً تحريراً الكرار المومية أردتهم فإنهم فيما يتعطون برمان برمانات الاجتماعية. بمانات أولئك بربانات لديهم اختبار مالين. وهو ما يتعطون برمانات الطريقة في دولة الكمال ليسوا بالنسبة لعبانات الاجتماعية. محلوظت برمانات هذا الأولية كما قدرت برمانات الاجتماعية. إنه نوعية من العالم المتحدة، عالم المنفجرة، إنه روما أليم، بمعانات الاجتماعية، So this movement started and these are the three permanent sources of income of the main organizations of the Jamaat Sadar and Juman Ahmadiyya which deals with the 116th regular payment for Ahmadiyya Sadar and Juman Ahmadiyya again which deals with the 110th payment of the entire income and the willing of 110th of the property or more these are the two major sources of income of Sadar and Juman Ahmadiyya Tariq-i-Jadeed is run on its own income and appeal for Tariq-i-Jadeed has become a permanent feature of the Jamaat which it was started in 1934 so which is the year now about 60? 61st year I started and people have not tired and I'm 60, I'll become 67 come 18th of December so that means I was a mere child of 6 years when I became a member of this institution started paying my chanda ever since and everybody who started paying he always increased without fail every year and when he grew up and had his children he again repeated the same thing with his children or her children in the case of a lady and made them pay not forcibly but by persuasion out of the pocket money which they received so that is how I trained my children and they have joined it but not in the same school we have 4 schools or registers the first register closed after how many years? 13 years? 10 years 10 years 10 years after 10 years so that meant that all those who had joined this movement till 1944 they were considered as people belonging to the first register first Sajjid yes and then began the second register and people started joining it and that was the new generation of those who offered their sacrifices and then the register got closed after 10 years or so then the third register were opened not exactly 10 years after and then that got closed and the fourth register was also opened for the new generation which has become members of this organization nowadays so the fourth is in current after it becomes heavy and fully loaded with 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 the donators prescribers prescribers then inshallah I think maybe I or somebody else will have to open a new register so this is tahrike jadeed and as I told you there are many who still live who belong to the very first register there will be hundreds I think how many hundreds I don't know now these are the major appeals for permanent sacrifice financial sacrifice which is which are maintained with the grace of Allah by the jama'at all payments are budgeted all payments are registered and receipts are issued against every penny which comes and this is a universal thing everywhere in the world then there are other appeals launched from time to time which are over and above this but before that there are three sub-auxiliary organizations or auxiliary organizations of the jama'at which run their separate institutions and collect their money to run the organization separately over and above this this is the whole system of the jama'at you know it has grown into a very powerful machine in the way so Allah so this system is divided divides Ahmadis into three major groups one Ansarullah Ansarullah are the group which are above the age of 40 till death so there is one group and all those who join Ansarullah of course they run their own separate organization within the jama'at without any clash with the main jama'ati institutions at all because this is one thing which is not tolerated in the jama'at is the main principle so wherever an organization is seen to cause a friction immediately that organization is dissolved and until people repent and request from the depth of their hearts it will not repeat the mistake the organization is dissolved we don't want any friction of bad blood flowing into the jama'at and this is being washed right from the top each president of the organization of every country is the name of such proposed presidents of the whole country are always approved by me have always been approved by the khalifa of the time and a very strict eye is kept on the type and the quality and also how such name was proposed if there is any even the slightest element of doubt of people joining hands ganging up or making lobbies such election is nullified and then either new election healthy and fair election is held or somebody is appointed who has been a very tried servant of Ahmadiyya complete commitment and loyalty to the cause exactly on the same pattern is the second organization which has its membership from the age of 15 to the age of 40 so that is the second major organization very active all over the world in England they have their own we call it in Germany they have their own in Holland they have their own in all African countries in foreign countries wherever there is it's always subdivided into these three sections first two and the third is Lajna Lajna Imai Allah this covers the age from 15 till death and no division is made between young Lajna and the old Lajna and this is a tribute to the intelligence of our Khalifa who devised the system because he knew the human nature and he knew the women are very reluctant to show their ages so if an age is drawn you know after youth they would be very loathed to declare that so maybe some are driven to trailing lies you know in the name of goodness we'll be teaching badness bad things that is why there is no age division right from the time of 15 till death all are young Lajna right and they have their own separate system of financing and each has its own additional appeals if Kudam Lam the undertakes to build a central office and a central place where Kudam from the whole country can come get together and do participate in activities like sports and things they are not given anything from Jamaat funds they have to make an appeal separately and only Kudam participate in that people belong to the organization then Lajna does the same whenever they need a hall or a wagon or something for the work of preaching etc they have to stand on their own feet and they have to collect money by themselves and sometimes they do it by spending their time in additional professions which are not their profession but apart from their normal course of life they start sewing and tailoring and sell the things to the market just for the purpose of collecting some additional money for the good cause so these appeals are numberless in how can I talk about numberless appeals by telling them that they're numberless but a few more words then their appeals for special purposes by the jamaat as such not kuddam lajna separately but by the jamaat and that appeal is always launched by the khalifa himself when I arrived here in London this place was so small we needed so much additional structure and open space because it was impossible for the jamaat activities of the whole world to be centered in London and jam packed into this small place so we had to buy an open space somewhere where we were given rights to work as a spiritual religious community so we bought a place in Islamabad which we named it Islamabad it's in Tilford in Surrey around 39 miles from this place where we had an open area of 25 acres plus altogether it's 26 some later on we'll bought some more and we were so lucky to get that place it's amazing first of all when it launched an appeal immediately the whole world of Ahmadiyyad participated so generously particularly the ladies created new records of sacrifices almost all the members of the ladies were emptied of their adornments and their pieces of jewelry and diamonds or gold whatever they had completely some were completely left without anything except for their marriage ring for instance that was the only thing left there and if I said no they would start crying they said no for god's sake no it happened here in London so many times very difficult for me to suppress my emotions in their presence because if they cried and I started and god knows what would happen to me in those days so I had to become very stiff inside outwardly you know inside I was absolutely molten so this is how started and we got it and now our annual function is held in that place it was so fortunate that people didn't realize what we were buying it for we bought it for the same educational purposes otherwise it would not be given to us and fortunately the definition of education in England is so vast that all the religious activities are covered by the word education so when they knew what we were and what we came for and the religious activity and day and night during the jalsa it was crowded by people people around us so conservative that they didn't like it what is happening here so they even served us notices wanted to drag us to the court etc but you must finish all these activities this is not a place for running a religious organization education so with the grace of Allah we had the whole law of education brought out and I personally studied it and I was amazed to find this beautiful clause in that education is not just conventional education also religious education instructions of all sorts which can be given to the whole world from there so that's what we are doing so these friends I'm just talking of financial system then I made appeals for European mosque and then I meet made appeals for different mosques here and different mosques in Germany I made appeal for 100 mosques in Germany and for Holland for Belgium for this for that for Africa hundreds of mosques are added every year not from the main funds but in response to the appeals specifically launched for these purposes this is the community how can we be slaves to anybody in the world if anybody is free financially if he does not have to extend his hand begging hands or bowl to anybody else then there is no need for any ties with anything and that is why the only religious community which is absolutely free in the whole world is Jamaat Ahmadiyya with the grace of all I hope In fact this kind of subject in itself I don't know anything about it all I have to say is from my memory of what I heard of you I only knew just few things about this yes but I can do I follow of my to في إجابتي على السؤال المتعلق بتمويل الجماعة لهذا المشروع الضخم العملاق مشروع المحطة الفضائية في الـ MTA التلفزيون الإسلامي الأحمدي العالم وكي يبين بالتفصيل الدقيق كما تعودنا عليه دائما أن يكمل أي موضوع حقه فيعطي المعرفة تامة غير منقوصة تابع بشرح النشاطات والتنظيمات في الجماعة الإسلامية الأحمدية بترتيباتها ومؤسساتها الرئيسية والفرعية التي كانت تتأسس للاستجابة للمتطلبات المالية في كل حال تنشأ وتطلب من جديد شيئا من التمويل وقال حضرته في بيان جميل بأن الجماعة بعون الله تعالى قد وجدت بأنه كلما كان هناك تحدي يعاكس ويضاد الجماعة الإسلامية الأحمدية سواء من خصومها أو سواء تحدي يتطلب قدرات ويتطلب استطاعات وتمويل كانت تنشأ في الجماعة منظمات مقابلة أو تنظيمات مقابلة تفي بالغرض للوقوف في وجهه هذه التحديات وفي تأمين ما يلزم للجماعة وأعطى بعض التفصيل عن ذلك ذكر أول ما ذكر التحريك الجديد الذي على ما أذكر تم تأسيسه عام 1957 الوقف الجديد التحريك الجديد أولا التحريك الجديد 1934 في عام 1934 ثم الوقف الجديد في عام 1957 قام هذا التحريك في مواجهة حركة ضد الأحمدية كانت في عام 1953 أو عام 1954 وكما قلنا بأنه كل ما حاول خصوم الأحمدية عمل شيء لينال من قوة الجماعة كانت تظهر في الجماعة تنظيمات جديدة تقوم داعمة لها وتقويها وتؤسس بناءها كالذي يبني إمبراطورية واسعة تتنامى شيئا فشيئا وتتوسع شيئا فشيئا إلى أن تغطي العالم جميعا في التحريك الجديد يذكر أمير المؤمنين بأن عمره كان في ذلك الوقت ست سنوات وكان من أول المشاركين كعضو من أول المؤسسين في هذا الموضوع ويقول بأن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية كانوا في كل مكان يسارعون للتبرعات وتقديم البذل من أموالهم بكل سهولة ويسر وحب وحماس ودون أدنى تردد وكذلك كنا النساء الأحمديات التي كنا يسارعنا دائما إلى تقديم العون كيف لا وهن شقائق الرجال لا يتأخرن عن الرجال الأحمديين خطوة بل يسير معهم في خدمة هذا الدين العظيم وفي خدمة هذه الجماعة حبا من القلب وقناعة في العقل ومنطلقا من الوجدان يبذلون أموالهم رخيصة وهم أيضا مساعدون لبذل كل شيء حتى نفسهم إذن كانت هناك أضيفة إلى المصدرين الأوليين للتمويل الأول الذي هو من صدر أنجم صدر أنجم صدر أنجم والذي يتبرع فيه كل فرد أحمدي بنسبة 1 على 16 من ماله ثم التنظيم الآخر وهو تنظيم النظام النظام الوصية الذي يتبرع فيه الأحمدي بنسبة 1 على 10 من دخله أثناء حياته أو يوصي بنفسه ويوصي أيضا أو يزيدون بهذه النسبة إلى حد الثلث سمعتم مرة قد تصل وكذلك يوصي بعد وفاته بنفس النسبة ثم ذكرت شيئاً هناك عن التحريك الجديد بشكل دائم الذي تأسس عام 1943 وإلى الآن عمر هذا التحريك 61 سنة ولازال هناك من الأحمديين لازال هناك حياً من من كان عند تأسيس هذا التحريك وكان الأحمديون دائماً يدفعون أهلهم وأولادهم وأطفالهم للمشاركة بهذا البذل لكي يعتادوا طبعاً لا يكون ذلك بالإكراه الإكراه لا تعرفه الجماعة أبداً ولا في أي ميدان من الميادين لأن الأساس الذي تقوم عليه هو أنه لا إكراه في الدين فإذا كان الإكراه لا يجوز في الدين فمن باب أولى أنه لا يجوز في أي شيء آخر أبداً لذلك ليس من إكراه في الجماعة ولا في أي موقف من مواقفها وإنما الأحمديون من أنفسهم يبدلون ذلك حباً وقناعةً وإيماناً وعن رضا نفس حتى أن البعض إذا لم يتمكن من البذل أو رفض بذله لشيء لسبب من الأسباب يشعر بالحزن والاستياء وكانت النساء تبكي إذا رفض منهم المساعدة عندما يعلن أمير المؤمنين نصره الله قبول تبرعات لمشاريع معينة مثل بناء المساجد مثلاً أمير المؤمنين عندما جاء إلى لندن كان المكان صغيراً وعادياً وغير قادراً على استيعاب كافة النشاطات لذلك كان لابد من أن يعلن أن على الأحمديين أن يبذلوا من أموالهم لكي يوسعوا هذا المكان ولكي يؤسسوا مكاناً يمكن أن يستوعب جميع النشاطات الثقافية والعلمية والدينية فطلب أمير المؤمنين من الأحمديين في العالم أن يتبرعوا فإنهالت التبرعات من جميع أنحاء العالم للمساعدة في هذا الأمر وتم شراء قطعة أرض تبعد عن لندن حوالي 39 ميل وكانت قطعة هذه الأرض بمساحة 26 أكر أكرز نعم أكرز كيف تعتقد فدان نعم وتم تسمية هذه المنطقة باسم إسلام أباد وتممت الموافقة على بيعها للمسلمين الأحمديين لأنها كانت تعتبر أرضاً تقدم للنشاطات الثقافية وحسب القانون الإنجليزي فإن المادة التي توافق على بيع الأراضي والعقار للنشاطات الثقافية تكاد تتسع لكل أنواع النشاطات الثقافية العلمية والدينية وفي كل شيء وبذلك استفاد الأحمديون من هذه المادة واستطاعوا أن يشتروا هذه الأرض ولكن عندما تم إبراز أهم النشاطات الثقافية مثل الجلسة السنوية التي يجتمع فيها الآلاف أو عشرات الألوف من كافة أنحاء العالم كان المنظر مذهلاً للغاية للجميع ولم يكنوا يتخيلوا بأن النشاط الثقافي يمكن أن يأخذ هذا الشكل وهذا الحجم الهائل من القلوب التي تهوي مؤمنة إلى أن تنهل من فيض المعرفة والنور والتعارف للمسلمين فيما بين بعضهم البعض وتحدث مولانا أمير المؤمنين عن الليجان التي تدعم نشاطات الجماعة فذكر أنصار الله الذين هم في أعمار فوق الأربعين عاماً وإلى آخر العمر وهؤلاء أيضاً يديرون تنظيمات معينة لا تتضارب فيما بينها وبين غيرها من التنظيمات لأن المبدأ الذي يقومون عليه هو مبدأ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ولو حدث أي خطأ من أي تنظيم أو أي فرد فإنه يبعد ولا يقبل إلى أن يتوب ويلتمس العفو وعند ذلك يمكن أن يسمح له بالعودة لمتابعة نشاطه أما التنظيم الآخر فهو خدام الأحمدية وأعمار المنتسبين إليه يقع ما بين الخامسة عشر من العمر والأربعين من العمر وهم كذلك في كل أنحاء العالم والتنظيم الثالث هو لجنة إماء الله وينتمي إليه البنات والنساء من الجماعة الإسلامية الأحمدية ما فوق سن خمسة عشر سنة إلى آخر العمر ويقول مولانا أمير المؤمنين بأن في ذلك كان ذكاء لماع من حضرة الخليفة الثاني على ما أذكر الذي أسس هذا لأنه في عدم تحديد عمر فوق الخامسة عشر نعفي النساء من ذكر أعمارهن في مراحل فيما لو قسمت ولأن النساء يحببن أن يخفين أعمارهن فقد وافقهن على ذلك وأعفاهن من هذا على كل حال النساء الأحمديات كنا دائما يبدينا نفس الحماس ونفس البذل مما يطلب إليهم من قبل الجماعة يقول أمير المؤمنين بأنه عندما طلب من الأحمديين في العالم المشاركة لشراء قطعة الأرض الكبيرة هذه في إسلام أباد النساء والأحمديات قدمنا جميع حليهن حتى أن الكثيرات منهن لم يتركن شيئا لأنفسهن على الإطلاق سوى خاتم الخطبة وعندما كان يحاول أمير المؤمنين أن يقنعهن بأن يتركن لأنفسهن شيئا أو أن يعدلن عن ذلك كنا يبكين ويرجون أن لا يرفض طلبهن وكان هذا يؤثر كثيرا في بولانا أمير المؤمنين ويزيده قوة وعزما بعون الله على الوقوف قائدا لهذه الجماعة في كافة أنحاء العالم للبناء والتقوي والتوسع لذلك أعلن الدعوة لإعمار المئات من المساجد مثلا أعلن الدعوة لإعمار مئة مسجد في أوروبا في ألمانيا في ألمانيا فقط نعم مئة مسجد في ألمانيا وكذلك مساجد لأفريقيا وهذه المئات من المساجد تعمر في كل عام ألف أو أكثر نعم في كل عام تبني الجماعة ما يعادل ألف مسجد أو أكثر بعون الله تعالى يقول مولانا أمير المؤمنين بأن هذا لا يستغرب على جماعة حرة ماليا ليست معتمدة على أي مصدر مادي غير نفسها وأبنائها بعون الله تعالى لذلك هي تبذل من القلب ومن الوجدان عن رضا وطيب نفس ويسعدها هذا التقديم ولذلك هي حرة وتعمل ما لا تستطيع قوة أخرى في الأرض أن تعمله لأن القدرة الحرة المتوجهة إلى الله طالبة رضا الله يكون الله في عونها وتعطي الكثير الكثير شكرا للمشاهدة لأولا أفضل هناك فلوسو ما يتحقق أن يوسط إلى الماء فأسبب هذا المنظر الإسلام آباد لهم لا يتحقق أن ما في تحقيق هذا الاثلاث استنانون في هذا المنظر، لأننا لديك هذه الحالة ونادي إلى هذا المنظرات كذلك لذا دائمنا دائمنا إلى المنظر لأننا حضرة من هذا المنظر الإسلام آباد هذا ليس دائما but we didn't think in small terms the world does not know the first Islamabad that was ever created in Europe was this place still its telegraphic address is Islamabad, London you can write thus this name Islamabad, London and the telegram we will reach here dot on the place so this was done in 1924 and this Islam was built after the partition only some years after the partition of Pakistan and India so I'm just clarifying the position some people propagate that look here these are the people out of jealousy for the government we have no jealousy in the government of Pakistan we are Pakistani citizens we love Pakistan but only what the bad things when the bad things are committed وأن يحبون على قبل المسلمين وأن نحن مرحبا نحن يحبونه هذه الآية على كل المسلمين أن نحن يحبون على تحديات أسفاري الممارسة الممارسة ومن المحلات بعد ميزارة من الممارسة أساسا أثناء شخص مطلع يقولون أنت عندما يأتي فإنه نفسي وجهة من الله ، آمن ليسوه بما أنه ليسوا هكذا لكن كل مجرورąćنا ، أو أن الأنميس، والتعبزنا من خلالًا ، بالنسبة للشكل أطلعنا لأعيه، الله أجعلنا وضعنا حattًا منه ما الأمر خلاص رأينا ، في هذه الأمر الأنتم هو ليست مقالة فقط 11 مسكس كانت مدرس أو مدرسة وكثيراً وكثيراً كثيراً كما تكون مجردًا هذه المسكسة التي تعرضها لنا هذه المسكسة هي مجردًا وكثيراً كثيرًا لكنها تتعرض بشكل مدرس على سبيل المعارب الآن في حالة وحياتي في مواقع بجميع المقاعدة ما يكون لدفعه أمام مقاعدة من مناسبة أمام أصبحت هذا في حالة من مناسبة كانت تسجيل المزيدة في مضبط سبيل المعارب الغزين الله تجل إذا كانت أن أجبر سبيل المدينة and we are a living example so I don't have to tell you exactly where it comes from it does not come from any ungodly source, this is 100% the money doesn't come from governments, doesn't come from enemies of Islam or even non-Ehmadi Muslims if they participate in a good cause, in a very small degree and small extent I always show the large heartedness, I say alright it's a good cause, you can join us but it is not even one ten thousandth or one millionth of what we are spending in the name of Allah I think most certainly it is not even one millionth that is maybe also a bit liberal estimate very seldom sometimes some good man would say alright I have come, I have seen this work take one thousand rupees or ten pounds so even one millionth is an exaggeration the rest is all given by the Jama'at and Allah opens up their hearts Allah increases the capacity for them to pay and this is how the Ahmadiyya organization is being run by the way so those who join us they should remember this they should not be mistaken by the propaganda and believe that they are joining a community which will pay them something the Mullahs are propagating that this Jama'at is a very rich Jama'at which gets money from other sources and whoever joins Ahmadiyyat they pay them something so if you join Ahmadiyyat with this intention you are in for a big shock very big shock we will empty your pockets in the name of Allah and then ask you to join us and be beaten up and be dishonored in your own country in Europe by your own people this is the price of Ahmadiyyat you have to pay we don't because this is the price of Islam which the early Muslims paid and offered in the feet of the Holy Master this is Ahmadiyyat nothing else if you would allow me to just comment on the last point in Hosh Arab where Ahmadiyyat began to spread there one of the rumors said that I used to take 80,000 sterling pound per head this is what they said that's right you see this is how they specialize in telling lies they appropriate lies now no one in the world speaks so many lies as the mullahs the custodians of Islamic values imagine such utter lies that you cannot imagine you cannot dream nowadays they are spreading the propaganda in Pakistan particularly in Karachi that all the cruelty is done to the Mohajireen the immigrants from India in Karachi are being done by Ahmadiyyat the police officers are Ahmadiyat every administration is Ahmadiyat while there is not a single police officer with Ahmadiyat and they know it the MQM people know it and yet ate the propaganda to be on the right side of the mullahs they go on concocting things nobody checks them nobody slaps them on the face that you are speaking from the pulpit of or Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shame on you for such lies nobody they take pride in making more lies we are targeted for lies by these people and this is exactly an example of Shu Sharaf everywhere it's the same the extent that a big officer said if that is true and Ahmadiyat do really do that we are ready to make all the Syrian army to join them so that they can be a threat and they can be a threat that's right yes thank you باسم إسلام أباد إنما تم من قبل الأحمديين لإغاظة الباكستانيين هناك في الباكستان ويقول نحن لا نفكر بهذا الشكل أبدا إن أول اسم إسلام أباد سمي في أوروبا هو كان اسم هذه المنطقة التي نحن فيها ويكفي في البريد أن تكتب لندن إسلام أباد فتصل الرسالة إلى المكان بالضبط في البرقية في البرق أن ترسل برقية فتصل مباشرة لندن إسلام أباد وكان أول اسم عنوان إسلامي في أوروبا برقي هو هذا المكان اسم إسلام أباد يقول مولانا أمير مؤمنين نحن في نهاية مواطنون باكستانيون ونحب وطننا ولا يمكن أن نفكر بإسلوب الإغاظة أو الإزعاج أو التقليد هذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ثم يتابع فيقول بعد وصولي إلى هنا عدد المساجد والمراكز التبشيرية الذي تم إنشاؤه وبناؤه كان كثيرا جدا وأما عن المال الذي يأتي ففي الواقع نحن لا ندري إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يسر لنا ونجد أننا قادرين بفضل الله عز وجل على القيام بالمشاريع اللازمة لخدمة ديننا كانوا كلما ضيقوا علينا الخناق وضيقوا علينا السبل كلما أوسع الله علينا أكثر وأكثر مثلا في الباكستان قاموا بإحراق بتخريب وإحراق أحد عشر مسجدا أحمديا ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله أعاننا على بناء مئات وألاف المساجد خارج الباكستان وهذا عطاء يفوق بكثير أي قدرة على التخيل لأنه مقابل عدد ضئيل من المساجد التي كانوا يخذبوها بأيديهم ويحرقونها أعطانا الله مساجد أكثر وانتشارا أكثر وأوسع في البلاد والعباد وكأن الله كان يقول لنا هاجروا أنتم بإسمي لنشر دينكم ودعوتكم وسأوسع أنا عليكم الطرق والسبل لا يأتينا مال من أي مصدر غير أحمدي لا من حكومات ولا من مؤسسات ولا من منظمات ولا من أحد آخر من العالم وأستطيع أن أؤكد بأنه لا يأتينا ولا حتى واحد بالمليون من المال مساعدة من أي طرف آخر ربما لو فكر البعض بأن يقدموا شيئا ما قد ربما يفكر الإنسانيون يقول إن بعض الناس يتحمس من القرآن خرق الإنسانيون نعاون حسنا يقول إن بعض الناس يتحمس من القرآن يتحمسون ويتعاطفون للتعاون من أجل بناء مدرسة أو مسجد ويقولون رجاء اقبلوا منا هذا القليل من المال يقول أمير المؤمنين نحن لسنا بحاجة أحد ولكن ما كان يسعني إلا أن أقبل منهم وذلك لكي أسعدهم هم وأرضيهم هم ليس لأننا بحاجة إليهم ولكن مع ذلك يظل التأكيد بأنه ولا واحد بالمليون وحتى الواحد بالمليون يمكن أن يعتبر مبالغة في حد ذاته ولا واحد بالمليون يأتينا من غير الأحمديين إن لذلك يوجه أمير المؤمنين نصره الله تنبيها غاية في الأهمية إلى جميع الذين يفكرون بالانضمام إلى هذه الجماعة يقول انتبهوا إن هذه الجماعة يشاع عنها أنها جماعة غنية وأنها تقدم المال لمن ينضم إليها هذا ما يشيعه المشايخ ولكني أقول لكم انتبهوا فإننا لا نعطي أحدا قرشا واحدا بل العكس إن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية هم الذين يقدمون من مالهم إذا انضموا إلى الجماعة وهم الذين يبذلون من أنفسهم وهم الذين يبيعون لله عز وجل ويقول أمير المؤمنين نصره الله وهل من المعقول أن هؤلاء المشايخ ينتظرون منا أنهم بعد أن يضطهدون ويضربون وأيضا يريدون أن يدخلوا في جماعتنا وأن نفرغ لهم جيوبنا وأن نعطيهم أموالنا هذا كلام ليس معقول ولا منطقي وذكرت لمولانا أمير المؤمنين أمرا واقعيا خبرته بنفسي عندما كنت أتحدث بالفكر الإسلامي الأحمدي في إحدى قرى بلاد الشام في سوريا قرية حوش عرب سمعت بأن المشايخ هناك كانوا يشيعون يقولون اسمعوا أتعلمون إن منير إدلبي يعطي يأخذوا على كل رأس من الناس المنضمين له ثمانين ألف جنيه استرليني وهذا المبلغ طبعا يعتبر مبلغا خياليا عندما نقل هذا الكلام إلى بعض الضباط في تقاريرهم السرية ضحك مليا وقال إذا كان الأمر كذلك فأنا على استعداد لأن أتوسط لأن أجعل الجيش السوري بأكمله ينضم إليكم ونأخذ على كل فرد ثمانين ألف جنيه استرليني وسنغدو أغنى دولة في العالم كل هذه الإشاعات إشاعات مغرضة ومرفوضة وكاذبة ويقول أمير المؤمنين عار عليكم وأنتم تدعون الإسلام وتدعون أنكم تنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن تحاولوا نصر معتقدكم بالأكاذيب والاختلاقات والإشاعات الكاذبة وأنا أيضا قلت أن لا تدعون من هذه المؤمنين أو أنكم فيه لأمير المؤمنين أغنى أن أعطيك أي شيء نحن سوف نحصل على كل هذه المؤمنين منك لو أنكم تتعلم أمريا نعم يقول أيضا بأن عليكم أن تنتبهوا وأن لا تنخدعوا بهذه الإشاعات فإذا من ضممتم إلى الأحمدية فإن كل هذه الأموال سوف تخرج من جيوبكم أنتم وأنتم الذين سوف تغرمون بذلك ولن تحصلوا على شيء من الأهم وأنهم سوف تتعرضون لأن تخسروا مالا ليس في إعطاء الجماعة والمساهمة ولكن ربما تتعرضون لأن يسطو عليكم الآخرين من أعداء الجماعة الإسلامية الأحمدية وأن يسرقوا أموالكم ويسطو عليها مثل ما حدث في الباكستان وفي المناطق المتعصبة من العالم And that is exactly what happened in the early times of Islam They had to offer their money They were not offered any money by Muhammad Rasulullah And the gateway to the entry of Islam Was إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ فُسْتَهُمْ وَعَالَهُمْ وَنَّ الْمُدْ يَلْمَا What we have done is we have used to the same gateway and installed again for the time of آخرين نعم يقول مولانا أمير المؤمنين إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن الحدث المماثل كان في صدر الإسلام كان هذا تماما ما يحدث في أول الإسلام كانت أموال المسلمين هي التي تصادر وأذكر أن أحد الصحابة ربما كانه صهيب الذي اضطر إلى ترك ماله في المدينة حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع صهيب ربح البيع ويقول مولانا أمير المؤمنين بأن البوابة البوابة الكبيرة للدخول إلى الإسلام هي قول الله عز وجل إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ وهي الآن نفس البوابة التي تؤسس وتعمر وتبنى والتي تقيمها الجماعة ويدخل منها الأحمديون في جميع أركان الأرض الآن الأخوة التي أريد أن أخذك أن أخذك أن أخذك أن هذه الأشياء ليست لإمكانها لتحاول أن تقيمها لتحاول العملية التي تحاول في نهاية الإسلام وإنسان الإسلام والتحاول العملية هي عميسة لكن كيف يمحل أن نفعل هذا ويقوم بلتفعه لتحاول البيع الآن هي العظم لديه مخيفة نحن أن بسقط نقطة باستجارة نحن أيضًا بلحظة好فاء على السمسة ونطرح ونطرح امد對 Bath & The Youth who did it despite the fact that they were educated at their own expense they could get any government or other job in the world high paid job in the world They did not care who for that They offered their lives for the sake of Islam and they were told there is no commitment if Jama'at could pay it would if not you have to shift by yourself أخيراً. لكن شخصًا يتمكنوا بالفعل. وخارجوا بمعالجتنا. فالحقاً على العديد من المساعدة والعديد من المساعدة. فمن المساعدة في الصعود الذي يمكن أن يحصرون إلى يستمع مقامل بالمساعدة على مرحب بها. لكن ما يحدث بأن المساعدة كانت تقوم بخير المساعدة من المساعدة إلى الفترين كما تتدخل من مباشرة. أعطي الحديث أعطيه أجل الذي أحب تطوريه في الحالة في أراد المصروج أن أحب كل يلوح في الله أن أردتهم ومن أتباعهم لهم حياتي. ولكن كدلاً احبت فقط أجراء فقط لتطوريه بسبب حياتي في عام هاتف في ببنج وفضل عام مجدد في عامري وهو قد وعطي إلى ايضا لجولد As was called alright. You have finished your studies come and report and I was appointed in work for Gedeel as I've already told you Can you imagine how much what was that my pay my initial pay. I was a boss What of the whole institution? What will be my pay in those days in 1957 It pounds telling and a quarter per month or half a pound maybe because it was exactly 80 rupees to begin with 80 Pakistani rupees now are a pound and a half at that time they were 5 pounds a month and my PN the lowest paid in Wakfajdeer receives 60 rupees as against 80 of mine later on installments were bigger rises were bigger in case of higher officers smaller in case of small workers but the beginning point was so close and the maximum difference between the highest paid and the lowest paid was less than one third one to three so this is how we work thousands of people have left the world alone and offer their services and there are many thousands many many thousands in fact who have not offered their lives permanently but they are practically the servants of Amadiyyad without any cost now coming to this MTA the major expenses is not how to lift the programs and broadcast them to the rest of the world or to televise them always the major expenses are incurred in preparing the programs running the institutions and all this work is done free of cost by Jama'at Amadiyya all the boys and men who are running this MTA the whole world MTA do it without getting a single penny their students their other workers their employees and their women their children their old boys old men and young men they all do it for the sake of gaining Allah's favours they are not paying the penny even though we receive so much money from voluntary from from the Muminin who want to pay for the cause of Allah the work is so big it could not have been sufficient that money this is how we are maintaining this boy come here please you keep him standing every time you know till late at night come here here come here in front what do you do I've just finished studying you have been a student yes I have and how could you come here sacrificing your studies etc I've been seeing you for so many months or years how could you do it I don't know you don't know but you do it I do it do you get any money in exchange no not a penny not a penny right come here please the second cameraman and the rest of the organization is sitting either there or in the van or in here or there they're all just tell me about yourself what's your name Akheel Akheel what do you do you work I work on your own at some place you know you're implied and how do you how can you afford to come here every day I see you every day every evening you're here are you paid for it no nothing not a penny do you come do you come at your own expense yes they come here at their own expense they go back at their own expense they eat their own food they work or they study or they do anything else but here they come with such dedication unbelievable if this miracle can be repeated by any other jamaat in islam come forward do it show it to the world this is the sign of truth Allah and I think that is the sign of truth and that is the sign of truth إليهم من أعمال وما يلزم من عمل وهم لا يكونون من الذين قد كرسوا أنفسهم للجماعة ولكن لهم أيضا أعمالهم التي يقومون بها ولكن الناظر إليهم يجد أنهم من الناحية العملية يعملون مع الجماعة وكأنهم قد كرسوا أنفسهم لتقديم جميع الخدمات مجانا دون أن يأخذوا ولا حتى بنسا واحدا لا يستطيع المرء أن يصدق كيف هؤلاء يقدمون كل هذا البذل بسعادة وحب ورضا في سبيل الله عز وجل رغم أن البعض إذا كان يخدم بشيء من الأجر فلا يكاد الأجر يكفيه شيئا على الإطلاق كنت من الذين اختاروا وكرسوا أنفسهم للإسلام عند إحداث الوقف الجديد لا التحريك الجديد I was a child when I did it but I was accepted after I grew up into adult age but my services were called when I finished my studies everything my father wanted to teach me I did and finished then I reported to the Jamaat in 1957 1957 that was verse هل يجب أن نفعل ذلك الوقف الجديد؟ لذلك سأقوم بتحديده هنا ولكن لا يجب أن نفعل ذلك المرأة؟ إن شاء الله؟ لأن الوقت قد ينتهي ونحن نفعل ذلك ونحن نفعل ذلك السلام عليكم